يبقى احنا لازم نفهم اللي الاستهلاك ما بيوضيش الواحد للطمأنينة ما بيوضيش الواحد للأمان لكن بيحس الإنسان بعد ما بيستهلك إلى خواء في نفسه إلى وجع إلى وحشة والاستهلاك ده ما بيشبعش حد ولذلك أحوال كتيرة بيستخدم الاستهلاك التعويضي نشوفه لما ناس تنزل تشتري أشياء هي مش محتاجة لها لكن هي محتاجة لشرك حياتها أو محتاج لأحبابها فينزل يشتري يفضل عنده أنا بسميها شهوة الشراء عشان هو عنده ماذا؟ عنده احتياج الألفة هو محتاج إلى أليف محتاج إلى أنيس محتاج إلى حد يدعمه يملأ قلبه رحمة يملأ قلبه محبة فعندما يفتقده يبتدي في التعويض وهو يظن أن الاستهلاك ده عايقواده عايقواده على إيه؟ عايقواده إلى إحساسه بالأمان بس على فكرة الأمان اللي أنت عايز تحصل عليه ده ده أمان جاي من المادة لكن الأمان اللي أنت طالبه هو أمان جاي من الإنسان جاي من الأخلاق جاي من المواد ده هنا تبقى هنا المشكلة دي وعشان كده يا سادة أنا لما بتكلم عن الاستهلاك هنا أنا مش بتكلم عن الاستهلاك باعتباره ظاهرة بتعدد الاقتصاد أنا بتكلم عن الاستهلاك باعتباره شيء بيهدد الإنسان اللي فينا يصوب الإنسان اللي فينا بالهشاشة عشان تتأكدوا من ده إحنا بنملك سلع كتير وبنملك حياة كتير حتى بنملك بشر كتير لكن إيه اللي حاصل لكن إحنا عندنا عجز نفسي عندنا وجع عندنا فراغ عندنا وحشة ليه؟ لإن الحل ما كانش الاستهلاك الحل هو إيه؟ الادخار خذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك لازم نتعود إن إحنا نتدخر ومش نتدخر في الأموال بس ده إحنا لازم نتعود إن إحنا نتدخر حتى في العلاقات أنا بقول دايما ييجي الزوج مع زوجته يستهلك العلاقة فيعتمد على إيه؟ على حبه ليها وإن هي فهمها فيسكت فيستهلك من رصيد محبته عندها والزوجة تتقل على جزء وما يحسش إن هي مسندة فتستهلك الحب اللي عنده أنا بقول لكم اوعوا تستهلكه العلاقات والمشاعر جاي عشان تتدخر مش جاي عشان تستهلك كل يوم لازم تضيفه طب نعمل إيه بقى عشان عندنا سقافة الاتدخر في كل شيء أول شيء لازم تتعود إن انت ما تسحبش من رأس مالك رأس مالك في العلاقات بينك وبين زوجتك والحب بينك وبين أولادك والحب بينك وبين أصدقائك والحب ما تستهلكش رأس المال ده يعني إيه؟ ما تجيش تسأل السؤال اللي مش لطيف ده طب أنا عدق علي إيه؟ بإيه من العلاقة دي؟ وجود العلاقة نفسه مدخر للأيام اللي جاية مدخر في البيئة اللي حواليك والادخار انت ممكن ما تشوفش أسره الآن لكن تشوف وقت الزنق ولذلك لازم ندخر في قلوب أحبابنا يعني إيه؟ افعل الخير بغير أن تنتظر المقابل وهذا الدخار الدخار عند الله الدخار عند الكريم ولذلك اللي حاصل مكارم الأخلاق بتقي مصارع السوق الدخار ولذلك أنت لازم تتعود أن أنت تتدخر في العلاقات وأهم شيء يخليك مدخر في العلاقات التعبير عن المحبة الدخر عبر عن المحبة لأولادك ده هتشوفه بعد كده مدخر لك في مستقبل حياتك هتلاقيهم عندهم إحساس بمحبتك يبقى أنت لازم تتدخر ده اتدخر بأنك أنت تدعم من حولك اتدخر بأن تدعم أولادك بأول حاجة اتدخر بالتعبير عن المحبة تاني حاجة اتدخر بأن أنت تحسن لمن حولك ده هيخلي البيئة اللي حواليك بأمليانة رصيد بأمليانة محبة وهو ذات اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فكان حضرت النبي بيعلمنا وهو بيطبق الآية دي إزاي كان بيتدخر في حياته أقولكم مثال واضح اتدخر صلى الله عليه وسلم ده لما أحسن المعاملة مع مشرك القريش فلما دخل المدينة إيه اللي حصل اللي اتدخر الرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح القلوب قبل ما يفتح المدينة قبل ما يفتح مكة قبل ما يفتح مكة اتفتحت القلوب ولذلك في فتح مكة بيقولوا لم نرى يوما أكثر إيمانا مثل هذا اليوم لأن حضرت النبي اتدخر في قلوبهم اتدخر في قلوبهم وبيسمحهم اتدخر في قلوبهم وبيدعلهم وهم بيحاولوا يؤذوه وهو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون ادخار يبقى إذن كمان اتدخر بمكارم الأخلاق وآخر حاجة كمان لازم تقسم مالك طول الوقت وتخلي فيه جزء مدخر والادخار لازم يكون على قسمين اتدخر في الصدقة والادخار كمان للمستقبل لازم تتدخر من أموالكم عشان الله سبحانه وتعالى يوريكم جمال وحلاوة البركة في هذه الأموال وجمال وحلاوة البركة في هذه العلاقات اللهم ألهمنا الرشد واجعلنا من أهل السبات على محبتك ولا تجعلنا يا مولانا ممن تخطف قلوبهم الدنيا ببريقها واجعلنا من أهل الرشد ومن أهل الاتزان ومن أهل الحكمة بأن نتعود على الادخار لكي تشرق في قلوبنا الأنوار